بتابع معكم بموضوع حجم العينة وأهميته بناحية الدقة الإحصائية رح أستعرض قضية البرون بوزيشن بالERDS موضوع التهوية بالوضعية للإطجاع البطني بمرضى الأردس كيف الإبيدنس اللي وصلنا له أو وصلنا أخيرا طبعا أنه هو إبيدنس بيس وأنه هو بناء إصل المورتاليتي وأنه هو بناء بحسن الأكسجي طبعا نحكي عن مرضى الأردس اللي هنا على المنفسة وعنده نقص أكسجي شديد في خمس دراسات هامة بهذا الموضوع بيستعرضها تباعا وبشوف فقط عن موضوع حجم العينة بكل دراسة وكيف أدى إلى تحسين النتائج ووصولنا بالأخير لدراسة إيجابية أثبتت أنه فعلا البرون بوزيشن بناء إصل المورتاليتي أول دراسة نشرها قاتينوني عام 2001 بمجلة النيو انجلان جونال الف ميديسين جمع 300 مريض أسموهن مجموعتين مرضى أردس يعني على منفسه أسموهن مجموعتين من 150 و150 تقريبا عمل لهم برون تقريبا 6 ساعات يوميا ما كان في فرق بالنتائج بين المجموعتين إجاب من بعده غورين الفرنسي فعمل دراسة الفرنسية الأولى تباع البرون بوزيشن وقت جاب مرضى قصور تنفسي حاد حقيقة ما حط هو الأردس ككريتيريا فقط أعتبر قصور تنفسي حاد كافي جمع حوالي 800 مريض أسموهن لمجموعتين عرضهن للبرون بوزيشن أظنه كان يحطون حوالي 8 ساعات باليوم للمجموعة الأولى مقابل المجموعة اللي هنا على ظهرهم ما فيقلهم برون طبعا كمان ما كان في فرق بالنتائج بين المجموعتين وبالتالي البرون ما قدريت بتلاقورين ولا قاتنوني بدراستين الأوليتين أي فائدة بالمورتالي طبعا قبل هذه الدراسات بالتسعينات انتشرت عدة دراسات وموجودة عن فائدة البرون بتحسين الأكسجي فيزيولوجيا المبدأ موجود البرون بحسن الأكسجي وربما يقلل وفيات بآلية فيزيولوجية بعيدة عن موضوع الدردشة حاليا بدنا نثبت هذا الكلام محصائيا اللي هلأ ما قدرنا نثبته هلأ اجت الدراسة الثالثة حقيقة من إسبانيا الشخص الباحث اللي قام اسمه منسيبو جوردين منسيبو حقيقة قام بدراسته دراسته حقيقة متواضعة كانت انتشرت عام 2006 نشرها بالبلو جورنال اللي هي الامريكان جورنال of critical care and respiratory medicine respiratory and critical care medicine هذه الدراسة ما قدر يجمع العدد المطلوب حقيقة هو كان مخطط يجمع 200 مريض ما حصل أكتر من 150 مريض حقيقة بالضبط جمع 130 مريض السبب انه هو فلس ما كان قادر يقدر يجمع ربما 2006 موارف لش هذيك الوقت ما قدر شو كانت المشكلة بس هي كانت وقت الأزمة الاقتصادية ربما ما أخذ الفند الكافي لحتى يجمع الميتين مريض اللي هو حسب الدراسة عليهم فهو كان مثلا الفند اللي أخذوا كله 10,000 يورو حسب ما مكتوب بالدراسة فحقيقة دراسته الشيء اللي فرق عن اللي قبله هو دراس الدراستين اللي قبلهم طبعا وشاف انه ما طلع معه النتائج فهو قرر يعدل تعديل بسيط انه هو يمد فترة البرومبوزيشن بدل 6 ساعات يعملها 20 ساعة خليني إراء لكم بالضبط شو حكا عن موضوع حجم المرضى هو عم يفترض انه بالسباين بوزيشن الوفيات ستكون 50 بالمية والبرومبوزيشن اللي هي الانترفنشن بالنسبة له حينقص الوفيات لـ 30 بالمية فهو اعتبر البرومبوزيشن بحد ذات وبينقص الوفيات بمقدار 20 بالمية وهذا طبعا فيه تضخيم حقيقة للانترفنشن البرومبوزيشن مهما كان جيد ما بينقص الوفيات بهالمختار هذا لحتى نحصل على باور قدره 80 بالمية وحتى يكون في عنا الـ Type 1 Error 0.05% يعني 0.05 بين 5 مية بده حجم عينة 200 لاحظوا كيف حسب حجم العينة بده يعرف شو المرتدي بالانترفنشن شو المرتدي بالكنترول شو التوقع طبعا وشو هو الباور تبع السادي 80 بالمية وشو هو مقدار الخطأ ومن خلال حسب حجم العينة 200 ومع هالشي ما قدر يوصل للميتين ووصل للمية وثلاثين هلأ طلع معه في فرق بين المرتدي بين المجموعتين قدر يعمل فرق طلع المخطط ممكن نشوفه لاحقا ندرس المخططات طلع في إشارة في سيجنال مثل ما بيقوله بس ما قدر توصل لأهمية إحصائية وبالتالي ما قدر يثبت أن البرومبوزيشن يحسن من المرتدي بتعليقه عن الدراسة هو بالآل أنه ما قدر يحقق العدد المطلوب من المرضى وبالتالي ما قدر يحصل الدراسة وكانت سلبية خلينا نقول طبعا بالكونكلوجين ما قال ما قال ما يريدوس مرتدي أنه البرومبوزيشن قد ينقيس المرتدي هلأ رجع قاتينوني من بعده في 2009 نشر دراسة مع مجموعة قاتينوني كاملة نشروا الدراسة واستفادوا من دراسة منسيبو ورحوا وجوابوا مرضى أردس وأسموهم لمجموعتين هن الأردس نسمى مجموعة السيفير ومجموعة المودرات التوتل كان 340 مريض أسموهم لمجموعتين حوالي 150 لكل مجموعة ما طلع معه فرق بالمرتدي سواء بالمودرات أو بالسيفير أخيرا جورين رجع الدراسة الشهيرة التي لا أظنكم تسمعتوا فيها خاصة لبرون ليس فقط الأطباء من غير تخصص العناية يعرفون العوام صار يعرف شواء البرون حقيقة الدراسة الشهيرة التي انتشرت في 2013 من نيو انجلان جورل الفمدسين اسمها البروزيفا هذه الدراسة جمع فيها 466 مريض رجع قولي نفسه 466 مريض أسموهم لمجموعتين حوالي 250 بكل مجموعة يعني أكبر من دراسة قاتينوين 2009 بمرة ونصف حقيقة دراسة واخدهم كلهم سفير ERDS كان PFRASH وإنكلوجين أقل من 150 أظن تماما أقل من 150 من خلال هذه الدراسة قدر يثبت أن البرون بناس المرتل شاهدي بهذه الدردشة أن حجم العيني مهم حقيقة حجم العيني مهم جدا لاحظوا أن دراسة غوريني الأخيرة هي دراسة الخامسة 2013 شملة أكبر عدد ممكن من المرضى من خلال مقارنة مع جميع الدراسات الساقة هذه رقم واحد وبالتالي أنا لازم أحسوه بحجم العيني بشكل جيد لكي أعرف الدقة النتائج الحصائية تبعي ولاحق الباحث أنه فعلا ستقدر يعمل ريكروت مثل هذا العدد أو لا هذه رقم واحد رقم اثنين المنسيب تثبت أن البرون يعمل مرتائي بنيفيت رغم أنه إحصائيا ما أدر لأنه طول فترة البرون كانت الكي حقيقة أنه طول فترة البرون لأنه لم يستطع دراسة غورين الأخيرة كان البرون 16 ساعة لحتى يقدر يعمل مرتائي بنيفيت الشاهد أنه دراسة منسيبه رغم أن جميعا نعرف هذه الباحثين يعرفوا أن البرون يستطيع المرثال النقص فيزيولوجيا لكن لا يستطيع إحصائيا عندما أجد الدراسة سلبية هذا لا يعني أن البرون لا ينقص المرتائي بحق الدراسة يقرأ على أن لم نتمكن إحصائيا أن البرون ينقص المرتائي بدليل أنه بعدين 2013 أثبتوا إحصائيا بدراسة غورين أن البرون ينقص المرتائي العبارة الإنجليزية تعبر هذا اللي صار انه lack of evidence is not evidence of lack. يعني عدم وجود البرهان هو ليس برهانا على العدم. يعني اذا انا ما عندي اثبات على عدم فائد الدواء معين هذا لا يعني انه هذا برهان على عدم فائدته. ربما يكون مفيد فعلا او غير مفيد. هاي نقطة مهمة جدا. النقطة التالتة اللي بدي احكيها انه الدراسات هدول الخمسة استفادوا من بعضهم. يعني اللي بيشتغل اللي بيقرأ سواء اللي عم يشتغل احصاء او اللي عم يقرأ احصاء. ما بيقدر يقرأ الدراسة بمعذرة عن اللي صار قبلها واللي حيصير بعدها. بدءا من دراسة قاتينوني من 2001 ل2004 بالقورين ل2006 من سيبو. 2009 رجع قاتينوني. 2013 رجع قورين. كلهم دراسات متسلسلة. كلهم عم تستفيد من اللي قبلها. عم تستفيد شو عملوا قبل اخطاء شو عملوا شغلات ايجابية. عم يطوروا البراكتيس. نقطة اخيرة تعليق على موضوع البرومبوزيشن. لاحظوا انه هالدراسات كلها صدرت من ايطاليا من فرنسا من اسبانيا فقط. انا باستغرب انه هيك موضوع على على اهميته يعني ما هو بدعة من الزمن يعني يفترض بعد ما طلع قاتينوني دراسة 2001 والثاني بال2004. يفترض الاستراليين عملوا دراسة والامريكان يفترضوا عملوا دراسة مثلهم اكبر. يؤسفني وابعرف يعني ما صار هذا شيء. الامريكان ما عندهم دراسة عن البرومبوزيشن ولا الاستراليين. السبب بسيط انا بفسره ببساطة انه البرومبوزي ولكن ما هو دواء. ما في شركة ما في ارباح من خلاله. انت عم تقلب المريض محط حيث سفيد. ما رح ينشر دواء من وراه. فربما هذا السبب انه ما كان في دعم ولا فند له من قبل للأسف حقيقة صاير هالأيام كتير مدفوع من قبل شركات الأدوية. مرة مرة اخيرة حجم العينة مهم لازم اطلع عليه انا وشوف اذا فعلا حقق الباحث الرقم اللي يقدر اللي هو حسب انه لازم يصبح يوصله. هل قدر يوصله او لا? السلام عليكم.